لو عرفتوا الفوائد الموجودة في اشر البطيخ يا جماعة مش هترموه تاني بعد النهاردة طيب وحنتكلم برضو عن فوائد البطيخ ككل ولازم نعرف البطيخة الحلوة من الوحشة ازاي ان الصرة تكون صغيرة من الجهة دي ومن الجهة التانية تكون ايه اصغر ولون البطيخة يكون غامق وتكون بترن معانا كده اهي شايفين الصرة صغيرة جدا يبقى البطيخة دي ايه حلوة وحمرة ومرملة ومسكرة وجبنا بطيخة كده 11 كيلو وعلى بركة الله كده فتحناها بالشكل الحلو ده اهو بسهولة بسكينة حمية تتقطع معانا بعد ما غسلناها وحطناها في التلاجة لمدة 3-4-5 ساعات كده سيقات عشان نقطع وناكل على طول لقل فوائد البطيخ بعد الصلة على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم رهيبة جدا وخصوصا القشر طيب الناس اللي ما صلتش على النبي بقى وما تعرفش ان قناتي على اليوتيوب اسمها الشيف رضا شعبان فودا نصلى على النبي وندخل نشترك في القناة كده ونتابع الفيديوهات الحلوة اللي هتنزل وصفحتنا على الفيسبوك برضو الشيف رضا شعبان فودا يلا يا جماعة كده هنزل افضل بكتير وكل ما هو مفيد للناس ايه هي بقى الفوائد بتاعة البطيخ يا عم الشيف رضا اول حاجة في البطيخ ان هو بيرطب الجسم عشان فيه 95% من الماء وايه تاني بيحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الايه الاكسادة طيب وايه تاني فيتامين سي اللي بيدعم الشفاء وجهاز المناعة وتعالى نقف قليل كده عند اللايكوبين ايه هو اللايكوبين ده وايه هي حكايته ده يا جماعة هو احد مضادات الاكسادة يقلل من خطر اصابات بعض بعض انواع السرطان منع مرض السكري يحمي من امراض القلب يحمي من حروق الشمس ويحمي برضه من سرطان الجلد والشيخوخة المبكرة ده بالنسبة لمادة اللايكوبين اللي موجودة في البطيخ اطعوها بالشكل ده كده ونكمل ايه هي فوائد بقى البطيخ والقشر طيب البطيخ بصفة عامة بيساعد في تقليل الالتهابات تمام اما ايش للبطيخ بقى فيه مادة بيسموها سيترولين بتساعد على تحسين الدورة الدموية وتخفيض ضغط الدم وبتعزز جهاز المناع طبعا والناس اللي بتاكل بطيخ ده بيخفف الالام يا جماعة ويزيد من نسبة الشفاء واشر البطيخ طبعا فيه ناس بتاخده تسلقه كده يا جماعة وتعمله شربات وتجيب له الوان تضيف له الوان اصفر واخدر واخمر وبتستعمله في صناعة الحلويات وفيه ناس بتاخده تنشفه وبتستعمله كمشروب في علاج الكلا وناس برضو بتستعمله في علاج البشرة لو عجبكم الفيديو يا جماعة والفواد اللي استفدتوها من البطيخ والاشر بتاعه اعملوا لايك للفيديو بقى واملولو مشاركة وانتظروا مني افضل فيديوهات القادمة ان شاء الله اشوفكم على خير والسلام عليكم